هناك ظاهرة جميلة جداً لم يرها العلماء إلا حديثاً جداً وهي الجبال الملونة المخططة سبحان الله هذه الجبال الملونة موجودة في منطقة في غرب الصين موجودة غرب الصين تظهر وكأن هناك طرق قد لونت بألوان الأحمر والأسود والأبيض طرق عريضة جداً وملونة ومخططة الله تعالى أشار إلى هذه الجبال قبل أربعة عشر قرماً في آية لطيفة يقول فيها تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءاً فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد الجدد في اللغة العربية هي الطرق المخططة هذا المعنى الدقيق لها الطرق المخططة ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى مثل هذه الجبال؟ لا طبعاً هذه لا توجد في الجزيرة العربية ولا توجد في أي منطقة أخرى إلا في غرب الصين عندما أنبأ القرآن الكريم عن هذه الجبال وحدد لنا ألوانها عندما نرى مثل هذه المشاهد لابد أن الإنسان بالفعل يزداد إيمانه بالله عز وجل من الذي أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة؟ يعني سبحان الله من الذي خلق هذه الجبال؟ من الذي أعطاها هذه الألوان الزاهية؟ إنه الله تعالى الذي قال صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون سبحان الله